الأدوية منتهت الصلاحية يعني أنا عندي دواء في البيت بس تاريخه الشهر ده أو خلاص هل في يعني ممكن قدام شهر استخدم شوفي أنتكلم الكلام اللي أنا لازم ألتزم به طبق الورق الرسمي طالما الدواء أكسبائي ودواء منتهت الصلاحية ممنوع استخدامه خاصة بمضاد الحياة ممنوع منعا باتا تمام في بعض الأدوية بيقولونا مثلا أدوية المعدة تحديد ست شهور ست شهور أولا كان الأدوية لما كنت بيطلع أدوية جديد أنا بقى أخد فترة صلاحية بتاعتي لمدة سنتين بس الآن تما خلص حاجة اسمها long term step study بمعنى إيه حضرتك عشان أطلع أدوية وحطها على الرف بعمل حاجة اسمها دراسة السبات معجلة لمدة ست شهور بتحط الدرجة حارة معينة وارتوبها معينة ينجح ست شهور دول هاي دور مصرية تقولي انزل بالدور بتاعك صلاحته ست شهور تعملي دراسة السبات طولتي المدى عشان يتحط على الرف ثلاث سنين فبفضل حاطة الدور بتاع عندي في المصنع على الرف لمدة ثلاث سنين وبقيسه على فوق مدى فترات لغاية سنة الثالثة فلما بقيسه سنة الثالثة والصالحات تبقى تمام بقول لي خلاص استخدمه كده أكتب الصالحات ثلاث سنين طب اللي أنا خدته سنتين قبل كده بعد ما أخدكها ثلاث سنين اللي أنا خدته سنتين قدامي سنتين حتى لو ما مثلا ده عندي قضية قصة كبيرة قضية كبيرة قضية كبيرة جدا فأنا بلتزم بالمكتوب ليه لأن بعض الأمراض يعني في نقطة مهمة ممكن درجة السبات المستحضر تقل مع الوقت في مواد بتبقى حاجة اسمها مواد related في المستحضر في المادة الفعالة المواد related دي لو زادت المادة الفعالة بتقل المواد related دي حين بتبقى سامة أي ودي مش بتبقى في كل المستحضرات عشان كده التعميم والإجابة العامة في موضوع زادت إجابة خطاية جدا طب والأدوية اللي ممكن تفتحها يعني مثلا زادية الشرب أدوية الكحة أي حاجة مكتوب الصلاحية حاجة بس أقول مفتاح أقول لنا لأ المداد الحية والشرب سبعة يام تمام المداد الحية والشرب سبعة عشان كده طبعا احنا كنا جاهزناها من الأول وحليناها من الأول حاجة بتاخد البدرة وبتحليها في البيت أي حاجة بتتحلي بالبدرة سبعة يام طبعا الأعراس حسب التاريخ الصلاحية الموجود عليها طيب ولو شرب عادي مش مداد حقيقي لا مكسيمم ست شهور بتبقى من ثلاث شهور لست شهور بعد الفتح بعد الفتح وعلى فكرة هما دلوقتي في هذه الدول مصرية عاملين حاجة في النشرة من جوا يقول لك صلاحية المستحضر بعد الفتحة دي في كل مستحضر شامبو شرب نقط عين أطارات أنا سألت حضرتك عشان بعد الفتح ما خدش بالتاريخ اللي هو والعلبة مأفولة اللي بره لأسف الشديد احنا بيحصل ممكن واحد يجي استخدم دواء مرة واحدة والطفل خف أو ما خفش أو ما بغيره سيبه أو حطه في التلاجة في باب التلاجة باجي بعد ست شهور سبعة تمنى شهور تسعة شهور عشر شهور أبص كده لسه الصلاحية فضل سنة فبدأ أستخدمه فحرق بتقولي طالما العلبة الأراث حسب تاريخ اللعب هو مفيش مشكلة فيه إلا الحاجات اللي بيبقى فيها سيليكا يعني بصت إلا حضرتك مثلا شريط شريط دواء ده المضاد الحيوي ده شريط دواء المضاد الحيوي متغلف وفيه حاجات تانية متغلف بقى لحاجس معلمون مباوش يعني عبارة عن غلاف فضي حواليه ده عشان الضوء إلا فيه كيس صغير جوه عشان الرطوبة والمادة دي تبقى حسين الرطوبة وإنت لما تكشف الشريط اللي تبقى الرطوبة بدرجة فعاليته بتقل فده برضه لازم حتى لما يستخدمه ما ترميش الحاجة دي إلا لما تتخلص تستخدمه